بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السادسة إعداد الموازنة الاستثمارية أخذنا في المحاضرات السابقة طريقة صاف القيمة الحالية وطريقة معدل عائد الداخلي الآن مع طريقة الثالثة طريقة مؤشر أو دليل الربحية بروفتابلتي اندكس بمسب يستخدم مؤشر أو دليل الربحية للمقارنة بين مشروعين أو أكثر وارتفاعه يعني قبول وجاذبية أكبر للمشروع شريطة أن يكون أكبر من واحد أما إذا كان بالسالب فإنه يشير إلى صافي قيمة حالية سالبة وبالتالي يرفض المشروع مؤشر أو دليل الربحية يحسب بالعلاقة التالية القيمة الحالية للتضفقات النقدية الدخلة على القيمة الحالية للتضفقات النقدية يسببا الدخلة مأسومة على الخارجة لما كنا في صافي القيمة الحالية طريق صافي القيمة الحالية كنا بنون القيمة الحالية للدفاق النقدية الدخل ناقص القيمة الحالية لدفاقات النقدية والسنوات من صفر صفر يعني لسه المشروع تحت التكوين متكونش لسه بعدين واحد اثنين تلاتة اربعة سنة صفر مديني خمسة وعشرين الف بالسالب دي المقصود بها ايه اللي بالسالب دي معناه ايه في سنة صفر دي تكلفة الاستثمار المبدئية او التطفقات هنغدال ايه الخارجة وده بغضو نفس الكلام سنة صفر وبالسالب معناه تكلفة الاستثمار المبدئة او التطفقات هنغدال ايه الخارجة اللي بالمجابة دي تطفقات نقضية ايه داخلة داخلة خير فاذا علمت ان تكلفة رأس المال احداشر في المية وان معامل القيمة الحالية المجمع للريال في اربع سنوات بمعدل احداشر في المية كان تلاتة فاصل ستة تسعة خمسة تسعة فاي المشروعين افضل بطريقة مؤشر الربحية حل مثال اربعة هنطبق العلاقة الرياضية بتاعة مؤشر او دليل الربحية اللي هي القيمة الحالية لتطفقات النقدية الدخلة على القيمة الحالية لتطفقات النقدية لايه الخارجة وانطبق للآلة الصغيرة كان بيجي لتطفق نقدي سابت عشر تلاف لمدة اربع سنوات وكان المعامل القيمة الحالية مجمع تلاتة فاصل ستة تسعة خمسة تسعة والمقام تكلفة الاستثمار المبدئية لخارجة نصفها يطلع ايه واحد فاصل اربعة سبعة طب للآلة التانية كبيرة كان بيجي لتطفق داخل كل سنة في المدة اربعة سنين اربعين الف في معامل القيمة الحالية المجمع اللي هي تلاتة فاصل ستة تسعة خمسة تسعة على تكلفة الاستثمار المبدئية او الخارجة لها مئة الف اصفها تطلع برضو كان واحد فاصل اربعة سبعة طبعا هنحن بنختار الاكبر تابليل اتنين زي باعا يباكل المشرعين على نفس الدرجة من القبول والجاذبية لكن لا كان واحد اكبر من الثاني كنا نختار الاكبر